موسيقى السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله كيف أجعل طفلي نشيطا ويحب الحياة حين يكبر سؤال يطرحه كل أب وأم يرغبان في رؤية طفلهما شابا سعيدا لا يتوقف عن الحلم وينظروا إلى الدنيا بأمل وتفاؤل بالمقابل يحرص الآباء على تربية أبنائهم بشكل سوي حيث إنهم يحبون أن يروا أطفالهم في أحسن حال سواء على المستوى الصحي أو الدراسي أو حتى البدني بسبب ذلك يتأذى الآباء من بعض صفات أطفالهم غير المرغوب فيها ومنها الكسل ويخشون أن تلازمهم تلك الصفة حتى الكبر مما يدفعهم إلى البحث عن طريق أو عن طرق التعامل مع الطفل الكسول فما هي طرق التعامل مع الطفل الكسول وما هي أفضل الطرق لجعل الطفل نشيطا ومحبا للحياة وكيف نحفز الطفل على النشاط بهذه الحلقة من غراس تربوية بعنوان طفلي وصناعة الرجل النشيط نتحاور مع الأكاديمي والاستشاري النفسي والتربوي الدكتور إبراهيم بوزيداني أهلا وسهلا بكم دكتور إبراهيم أهلا أستاذ عليها أهلا بسادة المشاهدين الطفل لا يكون كسولا وإنما يصبح كسولا بصناعة الأباء والأمهات في بعض الحالات جميل يعني بدأنا في صلب الموضوع طبعا مشاهدينا الأعزاء يسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أو عبر تعليقاتكم على لايف فيسبوك ويوتيوب دكتور إبراهيم صناعة الكسل فإذا وليس صناعة النشاط يعني على الأرجح بأن الطفل بالفترة يكون نشيطا ونحن نصنع منه إنسانا كسولا صحيح يعني أن الطفل طبيعته الله سبحانه وتعالى خلق هذا المخلوق ليكتشف هذا الكون ليحدث تغيير ليصنع ليتحرك ليكتشف ليشبه فضول هذه الحركة كلها تحتاج منها إلى نشاط على الأقل أنه يستيقظ في الصباح ويذهب ليكتشف ليلعب لكن التساؤل كيف يتحول هذا الطفل من حبه للحركة والنشاط والعمل إلى شخص يحب المقوث ويحب أن يبقى جالسا في مكانه لا يبرحه وكيف قد يصبح هذا النشاط غير ذو جدوى هنا يطرح التساؤل لهذا نحن نقول أن الطفل يولد على الفطرة الفطرة بمعانيها المتعددة منها أنه نشيط لكن التساؤل هنا كيف يتحول كما ذكرنا هذا الطفل من هذا الحال وهذا الوضع الإيجابي الفاعل إلى الوضع الذي ذكرنا وهو الكسل والابتعاد عن النشاط جميل جدا طيب دكتور إبراهيم نحن نقول بأننا عادة الأم أو الأب تريد من ابنها أن يكون مؤدبا مهذبا منتظما دائما إذا ذهبت إلى مكان يجلس بأدب في مكانه وهي تتفاخر بهذه الأمور يعني أنا الحمد للأبني شديد التهذيب لا يعذبني إلى ما هناك هذه الصور التي تعتبرها الأم أدب جم هل هي من الكسل بشكل أو بآخر لا هذا شيء ثاني الأدب واحترام المواقف الاجتماعية واحترام الكبار والمكوث بطريقة مؤدبة داخل الصف في المدرسة أو بين الأهل بين الكبار هذه مواقف تتطلب مننا هذا النوع من السلوك وهذا الأمر لا يعتبر أمرا منافيا للنشاط لماذا؟ لأن لكل مقام مقال كما يقال ولكل مكان طبيعته فهذا الأمر لا ينافي أبدا النشاط الذي نقصد به أو نتحدث عنه هنا هو الحركة الهادفة التي تكون من طرف الطفل لكي ينجز أهدافا كبرى خلال فترة حياته لكن الأمر الذي أشرتهم إليه هو أمر طبيعي بل يحبب أن يتعلم الطفل آداب الجلوس وآداب الكلام وآداب أو احترام المكان الذي يكون موجود فيه فهذا لا ينافي النشاط أبدا ولا يعد من الكسل وإنما يعد من الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتعلمها الطفل جميل جدا طيب إذا أردت من ابني أن يكون نشيطا هل أنا أصنع هذا النشاط أم هو بالوراثة يكتسبه الأمر أستاذ عليا لو تسمحيني ابتداء أنا أود أن أشير إلى خطورة هذا الأمر نعم يعني لكي ندرك أو نقول لماذا الحديث عن نشاط الطفل ولماذا التحذير من الكسل لكي ندرك هذه قيمة النشاط وخطورة الكسل لو نسأل الآن المشاهدين ونقول ما هو حدد الصيفات السيئة أو الأخلاق السيئة الموجودة في هذا الكون نعم طبعا هناك الألاف من الصيفات السيئة والسيمات الغير مقبولة التي لا يريد الإنسان أن يتصف بها طيب نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يلتزموا بدعاء محدد من بين مجموعة أدعية في أذكار الصباح والمساء بمعنى أن هذا الدعاء يذكره الإنسان المسلم مرتين في اليوم صباحا بعد الفجر ومساء بعد صلاة العصر ما هو هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والدعاء تتم نعم لماذا من بين آلاف الأخلاق والصيفات السيئة يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة الكسل ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من صفة الكسل الإجابة عن هذا التساؤل نجده في القرآن الكريم أو نجدها في القرآن الكريم عندما نذهب للقرآن الكريم سورة النساء وصورة المائدة بصورتين يذكر الله سبحانه وتعالى أهم صفات أهل النفاق والعياذ بالله ما هي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالها شف النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل هذا الكسل الذي هو صفة أصيلة ومؤكدة في أهل النفاق لماذا؟ لأنها يعني تبرهن على عدم التزامهم بأصل من أصول الدين التي هي الصلاة أراد الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أن يلخص لنا خطورة هذه الصفة السيئة فربطها بماذا؟ بالصلاة لماذا؟ لأن الصلاة هي صفة النشاط عند المسلم كيف ذلك؟ انظر إلى توقيت الصلاة عند المسلمين ابدأها من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء تجد نفسك أنك يجب عليك أن تتحرك وبين الفينة والأخرى يوجد وقت للصلاة تذهب وتجدد الوضوء لتجدد نشاطك وأضاف إلى ذلك قيام الليل فدين الإسلام دين النشاط جميل وديانة أهل الشيطان وحزبه هي الكسل فإذن النشاط والكسل هما صفتان صفة النشاط هي صفة أهل الإيمان والكسل هي صفة من صفات حزب الشيطان فأنت تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن خاصية خطيرة في حياة الإنسان رائع جدا فإذن كلامنا على الكسل وعلى النشاط هو كلام على مصير الإنسان في الدنيا والآخرة الآن الأمم هل وجدنا أمة من الأمم بنيت بي الكسل؟ وأنا الشيء الذي أعجب منه عندما يصبح المجتمع هو الذي يصنع سنعود ربما بالتفصيل لهذا المسألة نعم المجتمع هو الذي يصنع الكسل عندما يصبح بعض الناس يقولون أن الله خلق لنا هؤلاء الناس الغير مسلمين لكي يصنعوا لنا السيارات ويصنعوا لنا الآلات لكي نستخدمها فهؤلاء الناس قد سخرهم الله لنا لخدمتنا ونحن جلوس شوف هذه الفكرة الخطيرة لتكريس الكسل الكسل بكل معانيه الكسل الذهني بعض الناس يعجز حتى يفكر صحيح يذهب إلى السوق يقول لك ماذا أشتري يعني ما ما في خطة يعني ليس خطة يعني ما يريد شغل عقله جالس في البيت ماذا أفعل يا أخي فإذن أنت الآن تحكي على قضية صناعة تحويل أو تغيير خلق الله سبحانه وتعالى من مخلوق نشيط عامل مبدع يعني خلقه الله سبحانه وتعالى لعمارة الكون إلى شخص فاشل كسول يعني عالى على غيره وغيرها من الأمور فالآن هذا المسألة أصبحت من الخطورة بمكان على الأطفال في كل مستوياتهم الأطفال الغير قادرين على مواصلة الدراسة الأطفال الماكثين في البيوت يعني أصبحوا الألعاب وغيرا جالس في البيت والدراسة والعمل تأتي العطل والعطل وتذهب وتعود ولا يستفد منها ولا شيء فإذن حديثنا على هذه المسألة هو حديث على مصير الإنسان وعلى يعني خطة حياته في الدنيا وفي الآخرة طيب دكتور يعني تكلمتم عن صناعة الرجل النشيط نعم هنا هل الكسل هو الصناعة أم النشاط هو الصناعة يعني هل بالفطرة أو بالوراثة يكون الرجل نشيط أم ممكن أيضا أن يرث الكسل من أهله على سبيل المثال هذا الأمر ربما نعبر عنه بقصة نعم تفضل أنت الآن عندما تتحدث طبعا نرجع القصة فيما بعد لكن عندما تتحدث عن فطرة الإنسان أو طبيعة الإنسان الآن هذا الإنسان يحتاج إلى أكل إلى شرب إلى لباس إلى مأوى يحتاج إلى أن يوفر حاجاته هذه الأمور كلها هي أمور تحتاج إلى حركة ونشاط أم أنها تحتاج إلى ثبات وجلوس بالطبيعة تحتاج إلى نشاط وحركة فإذن الحركة أو النشاط هي الفطرة وهو الأصل الكسل هو الذي يصنع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الكسل لأنه أمر قد يطرأ على الإنسان جميل الأمر موجود يعني أنا نشيط لكن فجأة أتحول إلى شخص غير راغي في الحركة بمعنى أنني كنت على طبيعتي يعني الكسل هو الدخيل هو الدخيل جميل فلهذا نحن نقول صناعة النشاط بمعنى أننا نعيد الطفل إلى طبيعته جميل جدا بمعنى أننا نحاول أن نجعل هذا الطفل الذي كان نشيطا في صغره رجلا نشيطا عندما يكبر عندما يبلغ سن العمل والإدارة والله جميل جدا دكتور قبل أن نستمع للقصة معكم لدينا اتصال من أم عبد الله من مصر أهلا وسهلا أهلاً أهلاً بكم أهلاً بكم أهلاً بكم هل ممكن إعادة الاتصال لو سمحت أهلا و سهلا بك نعم دكتور إبراهيم كنت تكلمنا نحن كنا نتكلم على الطفل بطبيعة ونشيط يلحب يخرج يدخل حتى أننا ننزعج من نشاطه في بعض الحالات فإذن هذه فطرته هذا المخلوق النشيط المتحرك فجأة يتحول إلى شخص آخر عندما يأتي سن الإبداع والنشاط والعمل يصبح شخص مراهق فاشل لا يتحرك الأب والأم يطلبان منه أن يذهب أحضر لنا كذا اشتري كذا أنا مشهول أنا جالس أنا متعبان أنا 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 ما هذا فلهذا نحن الآن مهمتنا هي كيف نحافظ على فطرة الطفل لكي يصبح في الوقت المحدد الذي يتطلب منه أن ينتج شخصا نشيطا فنحن نقول صناعة النشاط بمعنى أننا نحاول أن نجعل هذا الطفل الذي كان نشيطا نشيطا عندما يصبح مراهق وعندما يصبح رجل كبير جميل جدا طيب هذا النشاط دكتور هو طبيعة وفطرة لكن هل ممكن أن يتأثر بالوراثة يعني إذا كان الأبوان على سبيل المثال نشيطاني جدا هل يؤثر ذلك وراثيا أم فقط عبر السلوك الأمران واردان نعم قد يكون الطفل نشيطا بالوراثة لكن طبيعة المجتمع طبيعة الأسرة طربية الآباء هي التي تجعله فيما بعد كسولة وقد يكون الطفل فيه نوع من الخمول نعم لكن طبيعة التربية تجعله يتحرك فالآن إذن التربية هي المحك ليس ما ورثه الطفل بمعنى أنه يعني الطفل عندما يولد في أيامه الأولى في أسابيعه الأولى هناك يوجد نمطان من الأطفال إما نمط يتحرك طفل صغير لكنه يتحرك كثيرا نشيط هنا بماذا ينصح ينصح من الأمهات أن تخفف نشاطه ليس تقتله تخفف الطفل الذي يكون هادئ يجب على الأم منذ من الأسابيع الأولى تحاول تنشطه تتعامل معه بانفعال لماذا؟ لكي تجعله يغير من طبعه هنا نهدئ قليلا هنا نرفع قليلا جميل فإذن نحن نتكلم عن الأسابيع الأولى تبدأ من هناك الحركة سنأخذ بعض الأمثلة إن شاء الله بعد أخذ هذا الاتصال من الأخ عمر من مصر أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كنت عايز أسد الدكتور الكريم على سؤال يعني بشوفه المجتمع كتير جدا يعني تفضل الكثير من الأمهات دكتور يعني بتبقى على جنبين إما جنب اللي هو بتأخد بتفهم التربية الإيجابية غلط وبذلك بتسيب الإبن يعمل اللي هو عايزه بدون مثلا ما توجهه أو تنصحه أو حتى بتسيبه يعمل اللي هو عايزه حتى مثلا إذا فيه تجمعات أو كده هتلاقي بيعمل إيه صب بدون يعني إيه بدون مثلا ما تدخل بهدف إن ده تربية إيجابية بدون فهم المعنى التربية الإيجابية نعم الأمر الثاني إن العكس تماما إن الأم تلاقي الإبن في نشاطه الطبيعي يعني هو نشاطه الطبيعي جدا إنه بتحرك وبيجري وبيلعب فتقول ده ده عنده مرض فرط الحركة فتبدأ تشخصه غلط وتبدأ تديله أدوية وتبدأ تدخله في سكة تانية خالص مضرة لي فإزاي الأمهات تثبت الموضوع ده أو إزاي إن ربي الأمهات على الموضوع ده إنه أم إزاي يفهموا الفرق ما بين إن ابني يبقى عنده فرط حركة أو ما بين إن أنا سيبه خالص ما بين التربية الإيجابية وما بين الحزم في تعامل أو التربية شكرا لكم على السؤال سؤال مهم جدا الآن نتكلم على شقين الشق الأول هو ما يتعلق بالطفل والشق الثاني ما يتعلق بالأم أو الأب أو المربي بسفة عامة دعنا نبدأ بالمربي الآن عندنا أربع أنماط من التربية الأستاذ ذكر قضية التربية الإيجابية لكن الأمر ما هو متعلق بالتربية الإيجابية بقدر ما هو متعلق بنمط التربية عندنا أربع أنماط للتربية ثلاثة منها فاشلة واحد جيد النمط المتميز هو النمط الحازم هذا النمط ماذا يفعل؟ يحاول أن يحدد للطفل ما يجب فعله وما لا يجب فعله هنا يجب على الأب والأم أن يتدخلوا في اللحظات التي يكون فيها الطفل يحمل أشياء تضره أو تسبب حرج له في المجتمع فإذن التربية الإيجابية إن قلنا على ما ذكرت يجب أن يكون هناك فيها تفاعل تبين له ما يجب وما لا يجب ما يصح وما لا يصح ما هو حلال ما هو حرام هذه هي التربية أنه يكون هناك تفاعل توجيه الأنماط الأخرى السلبية التي لا يجب على الآباء أن يتبنوها أو الأمهات عندنا النمط المهمل أو المتسامح أو النمط العنيف بعض الآباء أو القاسي بعض الآباء يغير دائما بشدة دائما ينتقد دائما حتى يجعل الطفل ينزوي في مكان ولا يتحرك أبدا وهذا أمر خطير لا يحبب أيضا النمط المتساهل دائما تنظر فقط ابني ابني يعني هو لا يعرف هو كذا تعلل أفعاله وهذا نمط أيضا لا يحتبر نمط إيجابي في التربية النمط الثالث السلبي أيضا هو النمط المهمل الذي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما لا يمنع ولا يعني شخص فقط موجود كجسد فإذن الأمر الذي يجب أن يكون هنا هو مسألة التربية بالحزم من خلال توضيح ما يجب ويعني إبعاد الطفل عن الأمور التي لا تجب وهنا يجب أن تترك مساحة للطفل إذا كان الأمر ما فيه يعني عيب ما فيه حرج أترك الطفل يفعله إذا كان الأمر الطفل يريد يكتشف لعبة يكتشف حديقة يكتشف كتاب أتركه ويعمل معه لكن إذا الأمر تعلق بأداب وأخلاق اجتماعية أو أخلاق تتعلق بنظافتها وتربيته يجب أن تتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف مرة من المرات جاء الحسن عليه السلام أراد أو رضي الله عنه جاء يعني يريد أن يأكل تمرا من تمر الصدقة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرميه قال له نحن آل البيت لا نأكل من تمر الصدقة انظر كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنحه رحمته بابن بنته أن يمنعه من يعلمه ويوجهه ويربيه جميل دكتور بقي الشق الثاني من الإجابة عن الولد لكن نود أن نأخذ اتصالا آخر ثم نكمل لو سمحتم دكتورنا لدينا اتصال من الأخ حامد من تركيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أتشكركم جزيلا على هذا البرنامج البناء نحن بحاجة لهكذا برامج تصحينا كيف نتعامل مع أطفالنا إن شاء الله يلهمنا وإياكم الصواب ويتقبل مني الدكتوري العزيز أنا في عندي طفل عمره أربع سنوات له أختين قبله هذا الطفل حاليا منذ ست أشهر أنا أعاني كيف أتعامل مع هذا الطفل الفضولي زايد عن اللزوم يعني لدرجة أن مثلا إذا جلبت له لعبة مثلا سيارة بلاستيك يلعب بها ساعتين ثلاثة بعدين يجب عنده فضول أن يقيم بإصلاحها ولو أنه يفك مثلا أو كيف يتعلم إصلاحها مثلا نعم كلما تقدم في العمر يعني ألاحظ عنده فضول حتى في مثلا أخشى عليه من برزان الكهرباء في الحائط ما شاء الله يعني تصور له أختين قبله يعني يجب أن يلتمس منهم الهدوء والسكينة إلا هذا سبحان الله هذا الطفل يعني أريد أن أنوه لي الشغلة أنت قلت العامل الوراثي يلعب دور فأنا عندما كنت في الابتداء عام 1993 كانت الآن سيتكتب لي على ورقة الجلاء كثير الحركة والكلام فهذا عامل يعني أنه يقلع نفسي بنفسي مثلا من شابه أباه فما ظلم ما ظلم جزاكم الله خيرا أخ حال شكرا لكم شكرا لكم أستاذ على كل حال أنا أقول للأستاذ السائل بالعكس هذه الصفة تعتبر من الصفات الأساسية في الطفل يوجد مقولة هذه المقولة أحب أن أكررها أقول أترك الطفل يكسر لعبة ويتعلم قيمة جميل الألعاب والأشياء التي في محيط الطفل هي أشياء يمكن تعويضها لكن قتل قيمة عند الطفل لا يمكن أن تعوض جميل الطفل في هذا السن يعني عندك حتى سن السادسة حتى سن الثاني عشر قل هذه فترة الفضول الفضول هو الذي يدفع الطفل للتعلم أتركه أخذ السيارة كسرها فككها وركبها أو فككها وما استطاع تركيبها أو فككها وساعدته على تركيبها هنا تكمن الصفة الجيدة أنصحك أستاذ الكريم أن تحاول ترك الطفل على سجيته حتى وإن كسر اللعبة ثم بعد كسر اللعبة اجلس معه وحاول أن تركبها معه لماذا؟ لأن الفضول هو أهم صفة في الطفل في هذا العمر لأنه بهذه الصفة يمكن أن يكتشف كل ما حوله فرجاء لا تحاول أن تكسر في هذه الصفة ولا أن تراها عنها صفة صفة سيئة أو ترى نشاطه مزعج بالعكس تركه هو الآن يكتشف هو لديه أختان دكتور كما ذكر الأخ حازم يعني هذا الاختلاف بين الأولاد أيضا طبيعي موجود يعني طبعا الاختلاف يوجد الفروق الفردية بين الأطفال موجودة لكن بما أنه الاختلاف موجود في مسألة الفضول الزائد أنت فقط وهذا نصيحتي لكل الآباء الطفل في هذا السن لا يميز يعني حبه أو فضوله يجعله يقترب من الكثير من الأشياء الخطيرة يجب أن يكون في الأسرة مكان تحفظ فيه هذه الأشياء الخطيرة إذا كان هناك البراويز الكهرباء أو شيء تغلق يوجد الآن آليات علينا أن نجعل البيت آمنا له لكي يكتشفه لكن يجب أن نترك فضول الطفل يعني فعاله ونشط لكي يتعلم أكثر ويبحث أكثر صلى الله يبارك في جميع أبناء المسلمين اللهم آمين دكتور نعود إلى سؤال أخ عمر من مصر ذكر الأم التي لأذكركم يعني التي تربي ابنها بشكل مهمل أو تعتبره مدهي بموت حركي ذكرنا على مسألة الشق الأول على طريقة التربية أو أنماط التربية والسلوك التي يجب أن ينتهجها الأباء لذكرنا أنه الإيجابي للأسلوب الحازم هو الأساسي الآن نأتي للطفل الطفل الآن عنده خصائص عنده مميزات حركته نشاطه هذه أمر أو هذا أمر طبيعي فيه الأمر الذي يحتاجه هو التوجيه يعني الطفل المشكلة عنده هو أنه يريد كما ذكرنا ولو أن السؤال الثاني مكمل لسؤال الأول أن الطفل يريد يكتشف كل شيء والطفل عنده فضول لكن لا يعرف القوانين التي تضبط الفضول وأين يكون الفضول وأين لا يكون ومتى؟ فالآن علينا أن ندرك خصائص الطفل وندرك ما هي المساحات التي يجب أن تترك له وما هي المساحات التي يجب أن يوجه فيها المسائل المتعلقة بالحياة الاجتماعية المتعلقة بالنظافة الشخصية المتعلقة بحقوق الغير يجب أن يوجه فيها الأمور التي عبارة عن فضاء مفتوح يبحث فيها يتعلم منها يخالطها يجب أن يترك على سجيته فيها ذهب إلى الظهور وحاول أن ينزع الظهر أتركه لكي يكتشفها لماذا؟ لأن هذا الشيء يعوث لكن إذا قال شيئا بذيئا لشخص آخر هذا يجب أن يحقب لماذا؟ لأنه هذه قيمة اجتماعية وهذا فضول فعلينا أن نفرق بين الأشياء التي فيها مضرة إما ذاتية أو اجتماعية وما هو الأشياء الأخرى التي يمكن أن تعوض ويمكن أن تعطيه قيمة أو تعطيه خلق أو سلوك إيجابي جديد فهذا الأمر الذي يجب أن يراعى في الطفل وهو كما ذكرنا مسائل السلوك ومسائل القيم والأخلاق يعني هنا لدي سؤالين لو سمحت سؤال مكمل أو مكمل لسؤال الأخ عمر وسؤال مستنبط من كلامكم دكتور يعني إذا على سبيل المثال كما ذكرتم الطفل اقتطع زهر أو قطفها أو خربها أو إلى آخر في بداية الأمر ممكن نعتبرها استكشاف لكن إذا تكرر هذا الأمر ويعني نحن نقول بأنه هذا كائن حي بالنهاية وأنت يعني تخرب الطبيعة أو ما إلا ما هنالك هل ممكن أن تصل مع الطفل إلى حد الأذية إذا نحن أغفلنا هذا الجانب أم لا يبقى طبيعيا؟ الآن الاكتشاف مر مرتين لكن التخريب شيء ثاني يعني الآن أنه كسر كأسا لأنه لا يعرف ما هي المادة التي صنع منها هذا أمر يعتبر فضول طبيعي نشار طبيعي لكن عندما يتعمد كسره يصبح قيمة هنا قيمة التخريب أنه يفعل هذا السلوك عمدا في بعض الحالات نفس السلوك ربما يفعله ليعيد اكتشاف الأمر فهنا على الآباء يميز بين السلوك التخريبي القيمة التخريبية التي يريدها أو بين نمط الاكتشاف والأم والأب يعرفها طبيعة الطفل إذا كان من باب الفضول يجب أن لا يكون رد فعلهم شديد إذا كان من باب التخريب كقيمة يتدرجون في تغييرها بالمعنى أنه لا يكون عقاب مباشرة يفهم ثم يفضل لأن الطفل في هذا العمر حتى السن السادسة الأفضل أن يكون توجيهه توجيه تدرجي جميل لأنه لماذا لا نريد نكسر الفضول عنده ولا نريد في نفس الوقت أن تترتب عنده قيم سيئة فيكون هناك متابعة لهذا سؤال الأستاذ كان مهم جدا أننا يجب أن نبين له مكامل الخطأ ونصبر على تعليمه إياه لأن تركه على سجيته قد يتبنى السلوك بعدما يكون فضولا يصبح قيمة سلبية فيه جميل نعود إلى الأخ عمر تكلم عن الفرط الحركة يعني تعتبر الأم كل ولد نشيط فرط حركة وأظن أن المدارس تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز هذا الأمر هذا الاضطراب هذا فرط الحركة ما كان يصنف على أساس أنه فرط حركة أنا أقول لك يا كل المستمعين إذا عندك طفل تظن أو تحسب أنه عنده فرط حركة أخرجه للحديقة وسترى أن نشاطه طبيعي المشكلة الآن التي تعانيها البشرية ككل هي نمط الحياة الطفل الذي شف دماغ الطفل واستهلاكه للسكريات والهايدروكربون كثير جدا لماذا؟ لأن نشاط ونمو دماغه يكون مضاعف ونمو جسده مضاعف بالنسبة للإنسان العادي فهو يحتاج إلى الحركة طبيعيا لكن وجوده ضمن البيت المغلق من الصباح إلى المساء ضمن محيط ضيق يبدو لنا أنه عنده نشاط مفرط أيضا تعب الأب والأم الأب والأم عندهم ضيق الآن أي حركة ولو تكون صغيرة تجعله يحس بالقلق فيصبح الطفل ضحية للأباء وللمحيط لكن لو هذا الطفل خارج للحديقة ولعب وصرف طاقته هناك عندما يعود للبيت سيعود وهو هذا المشكلة ليست في الطفل ولا نتهم الأطفال بل يجب أن نهطي للأطفال حقهم من الأشياء الطيبة التي أنا تعلمتها من بعض الناس من روسيا الأمهات في روسيا يرون أن من الواجب حتى في فصل الشتاء في فصل الشتاء فصل البرد يقولون على الأقل يجب أن يخرج الطفل للهواء الطلق ولو مرة بمعنى أنه في اليوم هذا في فصل الشتاء ونحن نعرف الشتاء في روسيا كيف قاسي جدا يعني ويرون أنه من الواجب أن يخرج الطفل لماذا؟ شوف نرجع لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا من روسيا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأطفال يرسلون إلى البادية لماذا؟ لأن البادية واسعة يعني فسيحة مفتوحة الطفل يصرف وقته وجهده وطاقته ويعود يشبع فضوله ويعود للبيت وهو مرتاح لكن وجوده ضمن هذا المحيط الضيق سواء في البيت أو في المدرسة هو السبب أكثر من صيفات الطفل في ذاته فلهذا على الآباء قبل أن يوجهوا أصابع الاتهام للأطفال أن يفهموا الظرف الصعب الذي يعيش الطفل لسيما مع تعزيز هذا الأمر من قبل المدرسة ومعلمة الصف يعني على الجميع أن لا يكونوا مشاركين في هذه الجريمة صحة التعبير دكتور إبراهيم لو نعرج قليلا على مشاركين عبر فيسبوك الأخ أو الأخت أري ناس الشكر لكم الأخت لولو متجيب أيضا باهي باهي الأخت حياة أس أف والأخ محمد السعيد لدينا مشاركة من الأخ مصطفى وهو من جمهور برنامج غراس تربوية يقول مساء الخير سيد الدكتور يجب حجب أفلام كرتونية على أطفال على الأطفال وعدم الجلوس أمام شاشات التلفاز طوال الوقت لمشاهدتها فقد تؤدي إلى إفساد عقل الطفل حفظ الله أبنائنا وأبنائكم ورعاهم ملاحظة جيدة شوف فيما يخص البرامج أو اللعب أو الطابلات أو أي شيء إلكتروني أو الشاشات بصفة عامة يجب على الآباء والأمهات أن يرسموا برنامج للطفل يحدد يعني لا يصبح الطفل يصرف نصف يوم شوف هذه المسائل الإلكترونية فيها بعض الفوائد أفلام الكرتون المدروسة فيها فوائد للغة نموها يوجد فائدة لكن كمية المشاهدة أو حجم المشاهدة يجب أن تحدد يجب أن لا يعطى الهاتف للطفل أو يفتح شاشة التلفزيون أمام الطفل ويجلس مثل الصنم مقابل هذه الشاشة لساعات طويلة هذه قد تعطيه بعض الإيجابيات لكن في نفس الوقت قد تقتل فيه الكثير من الميزات الجيدة الموجودة في الطفل هذا فيما لو اختار الأهل أفلام كرتون تربوي هذه نقول إذا كان يوجد بعض البرامج تربوية جيدة للطفل لكن يجب أن تحدد زمانيا ويقول المختصين أن الطفل في أعماره الأولى قبل الأربع سنوات الأولى 20 دقيقة ماكسيموم ساعة إذا كان أكثر بعدها يصبح ماكسيموم يعني أكثر حد أربع ساعات ساعتين يعني يجب الأمور لماذا؟ لأنه قد يستفيد لغة لكن حاجات الطفل ليست فقط اللغة حاجات اجتماعية حاجات معرفية حاجات حركة حاجات نمو جسمي يعني نمو حسي حركي يعني عندك أنت ست جوانب نمو فلا تركز على جانب واحد اللي هو ربما تقول اللغة وتترك عندك خمس جوانب أخرى يعني معطلة فلهذا على الآباء أن ينتبهوا مسألة الشاشات قد تكون أيضا من أكبر أسباب ضياع الطفل ويعني الآن أصبحنا نسمع مشكلة السمنة نعم سألت لماذا؟ لأن الناس يأكل ويشاهد يأكل ويشاهد والشاشات فأصبح لا يوجد حركة وأصبحت هذه الصفة حتى عند الأطفال يعني أصبحنا نرى شباب مراقين عنده مشكلة سمنة لماذا؟ لأنه لا يتحرك لا رياضة ولا نشاط ولا حركة لماذا؟ لأنه تعود على نمط حياة من صغره وهو يواصل على نفس النمط فلهذا هذه المسألة التي ذكرها أستاذ مصطفى حساسة وحساسة جدا لهذا كنا نقول أن الكسل هو صناعة شامع لماذا؟ لأنه هذا أحد روافده نعم وهو أن يبقى الطفل جالسا في مكان واحد عوض أن يتحرك وهو أمام شاشة يشاهد لساعات طويلة دون أن يكون له نشاط جميل جدا دكتور نعود إلى الكسل والنشاط كمقارنة نعم ما هي حقيقة الكسل وحقيقة النشاط من ناحية نفسية والتربوية؟ قصة من القصص التي ربما كانت في كتب الكتب المدرسية القديمة لا أدري هل ما زالت أم حذفت على الأقل في كتب المدرسية الجزائرية نعم وهي قصة أظن عالمية هي قصة الصرصور والنملة نعم الصرصور في فصل الصيف يشبه على أنه إنسان أو مخلوق يحتني فقط بالحفلات وبالموسيقى يعني بصوته الذي يسمع ليلا ونهارا في حين النملة في فصل الصيف تختنم هذا الوقت لتوفر حاجيات لما هو آتي بعد هذا الفصل فالقصة تقول أن بعد قدوم نهاية فصل الصيف وقدوم فصل الشتاء الصرصور أصبح يطرق الأبواب يبحث عن الأكل في حين أن النملة أغلقت أبوابها وأصبحت تأكل من الطعام الذي جمعته في فصل الصيف فإذن عندما نتكلم على سايكولوجية أو على توصيف النشاط والكسل النشاط هو أن يسعى الإنسان لاختنام ما عنده من قوة ووقت من أجل الإنجاز في حين أن الكسل هو عبارة عن غياب نظرة وغياب استخدام الإرادة والقدرة بشكل صحيح ابن القيم رحمه الله تعالى يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في البداية اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل فيشرح العجز والكسل بمعنى أنه غير قادر على إيجاد طريقة للحصول على ما يريد هذا العاجز أما الكسل فهو عنده الحيلة وعنده القدرة لكنه لا يريد استخدامها لا توجد إرادة لا توجد إرادة استخدام ما عنده فالكسل لهذا هو شخص يعتبر شخص سيء لماذا؟ لأنه كل شيء متوفر أمامه لكنه لا يوجد عنده الإرادة التي تتركه يستخدم ما عنده من الإرادة عنده الوقت عنده القوة عنده ربما الجانب المادي عنده كل شيء لكنه جالس صورة مأساوية تراجيدية حقيقية لهذا صحيح سبحان الله لدينا مشاركة أو تسجيل صوتي من الأخت أم عاذ من مصر نستمع إليها محت أنا أولادي بحاول ما تضربهمش بس ما بيروحوا للحضانة المعلمات بتضربهم وبتقول علومك أن هم عندهم حركة كتير وعايزين للعبهم فمش عارفة الصرف إزاي وهو ابني عصب كتير وهو عمر خمس سنوات وعصب كتير ويبكي على أي سبب لو أخته قرأت من غير تجويد يقعد يبكي ويقولها تقرأ من غير تجويد كده حرام وكده ندخل النار أقول له ما أشي دعوة سيبها برحيتها بس هو برضك لم يصمم لازم كل واحد يعمل لحاجة الصح نجزاكم الله خير واجزاكم خيرا أم معاد الآن نشكر سيدة أم معاد القسم الأول هذه ليست روضة وأنا لا أنصح أن يبقى الطفل فيها الروضة التي تستخدم الضرب هي ليست روضة يعني يمكن أن تسمى باسم غير هذا الروضة هي مكان الذي يجب أن يجد الطفل فيه نفسه يحاول أن يكتشف يلعب يثبت ذاته يظهر خصائصه فإذن أنا نصيحتي مباشرة يعني إما أن تتوقف المعلمة أو الشخص المشرف على ضرب الأطفال هناك أو أن يسحب الطفل ويذهب إلى مكان أكثر أمان لأن الطفل في هذا السن نحن ذكرنا تقريبا من سن الثالثة إلى السن الخامسة هو سن إثبات الذات الطفل يصبح يريد أن يظهر نفسه أنا هنا انظروا إلي شاركوني فرحتي انظروا إلى إنجازي فالطفل يحتاج أن يظهر نفسه عندما يهمل الطفل يصبح يثبت ذاته بطرق أخرى بطرق العنف وبطرق العناد بطرق يعني مختلفة فإذا في بعض الحالات هذا العناد أو هذا الفرط الحركة أو هذا النشاط الزائد قد يكون رد فعل على الوضع الذي يعيشه هناك والبكاء دكتور البكاء طبعا حسب ما فهمت من السؤال أنه يحترض يعني يحترض ويريد أن هذا أحسبه هو نمط من أنماط الشخصية وأنا أظنه هو يشابه أحد الآباء لأن هذا نمط شخصية نحن نسميها البرفكشنست يعني الشخصية الكمالية التي تحب أن ترى الأشياء بصفة كاملة وترى الأشياء بصفتها المتقنة أو المثالية هذا نمط شخصية ربما هي ميزة بدأت ترسم معالمها في شخصية الطفل فلا يعني تحاول أن تمنعوه من فعله وإنما حاولوا أن توجهوه بلطف بأنه يوجد هناك أخطاء قد يكون هناك نقص في بعض الأشياء قد يكون قد يكون وقد يكون يعني عوض أننا نحارب هذه الصفة أو ننظر إليها بتوجس فقط نعدلها من خلال التوجيه اللفظي والتوجيه الكلامي والتوجيه من خلال التشجيع على أن يقبل النقص فهذه صفة شخصية قد توجد في الكبار والصغار ولكن فقط الطفل يحتاج إلى أن يوجه وتعدل عندهم طريقة طيبة وطبيعية جميل جدا الأخت أم عبد الله دكتور أرسلت تسجيلا صوتيا تفضل السلام عليكم جزاكم الله خيراً على البرنامج الجميل يعني فعلاً إحنا عايزين من ده كتير يعني وبالذات الأطفال السجار يعني اللهم عندهم أربع خمس سنوات أنا أنجبته حديثاً وليه ابن أربع سنوات مؤخراً بيروحي دار تحفيظ ومش بيتفعل مع الأستاذة ولا مع أصدقائي يعني وهدي جداً ومش عايز يحفظ هو في العادة غير كده يعني مع أفراد الأسرة والعائلة يعني مش بيتحرك ويروح وييجي ويتكلم بيتكلم كتير جداً معنا وبس مع هناك في الدار التحفيظ خالص يعني حتى مع الأطفال اللي في سنة ما بيتكلموش خالص يعني وكمان فيه مشكلة أنه هو بيمشي على أطراف صابعه يعني من مدة طويلة ودايماً أقول له اسمع الكلام ويمشي كويس يعني هو لا مش بيستجيب خالص خالص يعني هو في العادة ما بيستجيبش يعني لأي حاجة وحال ده ممكن يأثر عليها ولا أسيبه ولا ما أبضلش أقول له امشي على رجلك تاني حاجة يعني تالت حاجة وكل شوية أقول له مثلاً يعني هو بيلعب بالألعاب يعني أقول له نظف يعني لم الألعاب أو كده مش بيرضى وعلى طول بيقول لأي يعني كل ما أقول له حاجة يقول لي لأ كل ما أقول له حاجة يقول لي لأ يعني بجد أنا حس أن أنا خلاص يعني بقيت أم فاشلة مش عارفة لوحد يعني يتعامل معهم إزاي يعني يعني يتعامل مع الطفل أربع سنوات إزاي يعني جوزيتي خيراً لا لا نبشر سيدة أنها ليست أم فاشلة بالعكس يعني سؤالها واهتمامها يدل على أنها يعني شخص باحث عن المعرفة وكذا وأيضاً نبشرها بأنه ما شاء الله ابنها إن شاء الله يكون من بين القادة إن شاء الله شخصيته قيادية وشخصيته يعني فيها نوع من دعنا نقول نحن إثبات الذات أكثر والإندفاع وعدم القبول بسهولة وهذه كلها صفات الشخصيات التي كلها مستقبل إن شاء الله نعم بإذن الله أولاً هذا العمر بين السن الثالثة والرابعة هو إن وضعنا له عنواناً هو سن العناد نعم لماذا؟ لأن الطفل في هذا السن سن الثالثة تحديداً يصبح يدرك ذاته إدراك الذات يعني قبل هذا السن لا يدرك ذاته منفصلة عن الأب والأم لكن عندما يصل إلى هذا السن يصبح يدرك أن له ذاتاً مستقلة فماذا يفعل؟ يبدأ يثبت ذاته أنني موجود الأم قالت لي اجمع الألعاب أنا أقول لا أجمع لماذا؟ لأنه يريد يثبت أنه شخص مختلف أنه شخص أنا هنا أنا عندي كياني المستقل فالعناد هو صفة طبيعية في هذا السن الأمر الواجب على الآباء والأمهات في هذا الحال لكي يتجاوزوا مسألة العناد أن يتشاركوا مع الطفل في النشاط مثال عوض أن تقول له اذهب واجمع الألعاب قل له تعالى نجمع الألعاب مع بعض واجعل جمع الألعاب لعبة في ذاته عوض أن تقول له اذهب نظف أغسل يديك قبل الأكل قل له تعالى علمني كيف أغسل يديك يعني لكي تجعله يحس أنه موجود وأنا أريد أن أشاركك هذا واحد الأمر الثالث مسألة التحفيظ أبداً لا تتهموا الطفل اتهموا المكان ربما المكان جيد لكن نقول أننا أو أن الطفل لم يتأقلم إيجابياً مع هذا المكان الأفضل أن يتغير أو يغير إلى مكان آخر لماذا؟ لأن الطفل في السن الرابعة يجب أن نفهم شيء هو ما زال في إطار الارتباط بالأسرة يعني بقدر ما يكون المكان أكثر مواءمة له بقدر ما يكون الأطفال عدد الأطفال محدود ويكون لهم شخص يهتم بهم واحداً والآخر أفضل من أن يكون في مكان فيه أطفال كثر والطفل هو الآن يريد أن يثبت نفسه والمعلم أو المعلمة بسبب كثرة الأطفال لا يستطيع يغطي لكل طفل حقه فالطفل يصبح نافر من المكان لماذا؟ لأنه يسأل في ذاته يقول أنا أين أكون ضمن هذه المجموعة كلها؟ أنا كعمر أو علي أو أحمد فيفضل الإبتعاد والإنزواء والإنزواء فقط في بعض الحالات الإبتعاد والإنزواء والصراخ والبكاء قد يكون آلية من آليات إثبات الذات أنا موجود هنا لكي يجذب الانتباه لكن لو كان في محيط أقل ووجد أنه يوجد انتباه مخصص له كما لغيره قليلاً يرضى ويتفاعل لكن الأماكن الكثيرة المكتظة فيها عدد معلمات اثنين أو ثلاثة أو واحد أو كذا المعلم لا يستطيع يوفر العناية لكل هذه الأطفال فلهذا حاولوا تجدون مكان آخر جميل جداً دكتور بالنسبة للمشي على طرف الأصابع هذا يجب يذهب إلى مختص يعني عظام يمكن عظام أو أحصاب في بعض الحالات يعني يجب يراجع الطبيب يجب يراجع الطبيب جميل جداً وردنا سؤال عبر واتساب دكتور يقول كيف أفرق بين أن أسمح لطفلي بالاستكشاف والتعرف على الكوكب وبين أن أحميه من الأشياء الضارة وكيف أقنعه أن هذه الأشياء ضارة كمثال الطفل يحب أن يستكشف بريز الكهرباء على سبيل المثال فكيف أوصله إلى أن هذا خطر عليه في بعض الحالات يعني الطفل طبعاً السنوات نحن نتكلم إذا كان أقل من ثلاث سنوات الشرح معه لا يفيد كثيراً يجب المنع مباشرة يعني قبل السن الثالثة كل ما يمكن أن يسبب خطر للطفل يجب أن يبعد في هذا السن الطفل يكتشف الأشياء الكبرى يعني الآن يهم أنه يتكلم يتفاعل كلامياً قبل السن الثالثة يعني يتفاعل من خلال الاحتكاك يلمس الكتاب الأشياء الغير مؤذية يكون بحرية يتعامل معها غير ذلك يجب أن تبعد عنه نعم يعني لأن الطفل لا يستطيع أن يدرك خطورة الشيء إلا من خلال التجربة نعم فأنت عوض أن تفهمه ما هو ما هي هذا الشيء الأفضل أن تبعدها عنه الآن ثم بعدها عندما يصل بعد سن الثالثة يمكن أن توصل له المعنى من خلال في بعض الحالات حتى في سن الثالثة أو قبلها قليلاً من خلال الصور أو شرح يعني أنت تذهب إلى صورة تذهب إلى صورة مثلاً هذه الصورة أو هذا الفيديو يظهر خطورة هذا الشيء فالطفل يستطيع أن يفهم من خلال النظر الرؤية ليس من خلال الفهم المعرفي فأنت يجب أن توصل له الصورة أو الخطورة من خلال بعض الصور من خلال بعض الفيديوهات قال انظر ماذا يحدث انظر ليس طبعاً صورة سعق كهربائي وإنما قصدي شيء يقرب له المعنى لكن الأفضل قبل سن الثالثة أن تبعد عنه أي شيء يؤذي لأن الشرح من خلال كما ذكرنا يعني الكلام الكثير لا يوصل معنا بقدر ما توصله التجربة فلهذا تمنحه من الأشياء الخطيرة وتتركه يكتشف أي شيء يمثل نوع من السلامة بعدها يمكن أن تشرح له ما هي هذا الأشياء بعد سن الثالثة جميل جداً يعني بداية نحن نحافظ على الأمام في المنزل طبعاً الأخير بوقت قصير لو سمحتم من الأخ محمد السعيد يقول مساء الخير دكتور لدي طفلة كانت تعاني من الضمور أو تأخر بالوعي وتعافت والحمد لله ولكنها الآن إذا فعلت أي شيء يجب أن نلاحظ وأن نثني عليها وفي بعض الأحيان لا يكون انتباهنا عليها فتعتزل وتتكدر على نفسها لأنها لم نقل لها جميل أو رائع إلى أخير طبعاً السن مهم لكي نعرف كيف هو لكن لا نخلط بين الأمرين هذا شيء يعني الضمور وأنها عوفية منه شيء والصفة النفسية الاجتماعية شيء ثاني نعم الآن أنت بقدر يعني إذا كان الطفل مثلاً بين الخامسة شوف قلنا من الثالثة من الثالثة إلى السابعة هنا يوجد صفتان أساسيتان يجب أن تتوفر في الطفل أو يشبع فضول أو تشبع نفسية الطفل بهما الصفة الأولى هي إظهار أو إثبات الذات والمبادرة والاستقلالية بمعنى أن الطفل هنا طبيعياً بالأخص بين سن الخامسة والسابعة الطفل يحب الثناء يسمى صفة المثابرة أو خاصية المثابرة بمعنى أن الطفل دائماً في هذا السن يريد أن يظهر لأبيه وأمه ماذا فعل لماذا؟ لأنه قبل هذا السن تكون هناك سن الاستقلالية يكتشف ويصبح يحرف أنه يوجد أشياء أو أنه يمكن أن ينجز أشياء ثم يأتي بعد ذلك حب ثناء الناس على ما ينجزه فإذا كانت هذه البنت بين السن الخامسة والسابعة فهذا من حقها أن تأخذها أو تشبع نفسيتها من هذا الثناء وهذا الأمر يحتبر طبيعياً ويحتبر حاجة أساسية بالنسبة للطفل في هذا العمر جميع جداً شكراً لكم دكتور إبراهيم أبو زيداني شكراً لكم مشاهدين الأعزاء على حسن متابعتكم نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة من غيراستربوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر